السلام عليكم و الله يسعد أو آتون بالتأكيد نظام التشغيل ويندوز و نظام لينوكس مختلفين عن بعض كل واحد يشتغل بطريقة مختلفة عن الثاني ما يحاول يحاكيه أو يقالده دعنا اليوم نرى مقارنة بين نظام الملفات الموجود بكل واحد من هذه الأنظمة أو الفايل سيستيم شو أوجه الاختلاف و شو أوجه التشابه و رح نشوف أوجه الاختلاف رح يكون التركيز أكتر على اللينوكس لأنه أوجه التشابه مثل ما رح نشوف ما لها بهالمقدار الكبير طيب بالأساس شو المقصود بهيكلية نظام الملفات أنا وقت اللي افتح مدير الملفات أو الفايل مانجر سواء بالويندوز أو باللينوكس فبالاعتماد على نظامي على إعداداتي أو على التوزيع اللي أنا عليها سواء في حال كنا على لينوكس فأول نافذة أو أول شيء بيطلع عندي احتمال يكون الماي بي سي بحالة ويندوز وبحالة لينوكس بالأعم الأغلب إذا أنت كنت عمالك تستخدم أي فايل مانجر سواء كان النوتاليس سواء كان الثونار سواء كان البي سي مان اف ام فتسعة وتسعين بالمئة من الحالات أول ما تفتح الفايل مانجر أول شيء بيطلع عندك هو الهوم ديركتوري أو مسارك الشخصي أو الديركتوري الخاص فيك طبعا اللي لاحظتوا بحالة دولفين اللي هي موجودة بKDE بلازما أنه وقت اللي تفتح الدولفين فهو بيفتح لك لآخر مسار كنت فيه قبل ما تثكر الدولفين طبعا هاج الشيء ممكن أنك تغيره بس خلينا نقول أنه الاتنين بيقلعوا بالنظامين طبعا بيقلعوا أو بيفتحوا بمكانين مختلفين الماي بي سي اللي هو موجود بالويندوز 10 والويندوز 11 بيعطيني لمحة عن المستندات الأخيرة بيعطيني لمحة عن الدرايفات المتصلة بالجهاز بما فيها القرص C وهون منيجي لأول اختلاف بين النظامين أنه أنا بنظام ويندوز في عندي ما يعرف بالأقراص اللي دائما يرمز لها بحرف والقرص الأساسي أو اللي موجود عليه نظام التشغيل اللي هو القرص C في حين أنه بلينوكس أنا ما في عندي مفهوم الأقراص فأنا وقت اللي بحط هارد خارجي أو فلاشي أو CD بالكمبيوتر فنظام ويندوز رح يتعرف على هذا الجهاز على أنه جهاز خارجي ويعطيه حرف جديد كأنه قرص جديد في حين أنه بنظام لينوكس فكافة الملحقات والأجهز ثواء داخلية ولا خارجية بيتم التعامل معها على أساس أنها بنية واحدة من النظام أو من نظام الملفات بحيث أنه أنا وقت اللي بحط فلاشي فهي الفلاشي نظام لينوكس بيتعرف عليها أو بيعاملها معاملة ملف فايل فما في عندي نظام ما في عندي مبدأ أو مفهوم أن الأقراص أو الوسائط الخارجية تعامل بشكل مستقل عن القرص الأساسي لا كلها متشابهة وحتى الأرص الأساسي بنظام لينوكس اللي نازل عليه النظام يعامل معاملة ملف هلأ مثل ما حكيتني شوي هاي أنا هون في عندي الفايل مانجر باللينوكس اللي موجود على يسار الشاشة وعندي الأكسبلورر أو الفايل مانجر الخاص بويندوز طبعا هاي ماكينة افتراضية ومثل ما اللي شايف أنه مثل ما حكيت أنه الويندوز فتح لي على ماي بي سي في حين أنه اللينوكس فتح لي على هوم ديركتوري الخاص فيه أنا طيب خلينا أول شي نبعد عن الهوم ديركتوري على اللينوكس لحتى أوصل أنا للفايل سيستيم أو للروت الأساسي بالنظام فأنا لازم روح للسلاش فأنا إذا جيت هون للكمبيوتر وأجيت منها للفايل سيستيم رح شوف أنه هاي بنيت أو هيكلية نظام لينوكس بأغلب الحالات بتعتمد من توزيع لتانية من شخص لتاني كيف هو عامل أعداد لنظامه بس بالأعمل أغلب بأغلب توزيعات لينوكس وطبعا الجديدة منها لأنه مع الأسنين صار في شوية تغييرات على هاي الهيكلية بس لحد الآن هاي أغلب الأشياء اللي منشوفها فأنا بشوف أنه في عندي مجلدات أو مسارات directories بلينوكس نحن بنتعامل مع المسارات وليس المجلدات مع أنه ممكن أنه نعتبرهم نفس الشيء يعني ممكن أنك تستخدم مصطلح أو term directory لتشير لفولدر وفولدر لتشير لديركتري ولكن تقنيا في اختلافات بينهم خلينا نعتبرهم نفس الشيء فأنا بشوف أنه هذا هو الروت فأنا ما في عندي القرص C أما في ويندوز إذا جيت للC فأنا رح شوف أنه في عندي الأشياء اللي كلنا متعودين عليها فأنا مثل ما اللي شايف أنه في عندي ويندوز في عندي يوزرز في عندي البروغرام فايلز سواء كان للـ 64 أو للـ 32 طيب التشهابه الأول بينهم رح يكون أنه كل النظامين وقت اللي أنا بنزل برنامج جديد فملفات هذا البرنامج رح تنزل بمكان ما في حالة ويندوز رح تنزل بالـ program files سواء مثل ما حكيت الـ 32 أو الـ 64 فهون بيكون عندي كل ملفات الـ binary أو الـ executable الخاصة بالبرنامج في حين أنه بـ linux أنا في عندي أكتر من مكان ممكن أنه تنزل في ملفات الـ binary الـ executable بحالة نظام لينوكس فملفات الـ binary أو الـ executable رح تكون نازلة بأكتر من مكان فأنا ممكن أنه لقيها ضمن مسار الـ bin ممكن لقيها ضمن الـ s-bin وممكن أني لقيها ضمن الـ usr-bin طيب أنا ليش في عندي ثلاث أماكن للملفات أو للبرامج طبعا لسه في مكان رابع بس نحن خلينا نركز على هذه الثلاث مسارات لأنه كل واحد من هدول إلو وظيفة معينة أو اللي بيتحكم فيه هو user معين فبالنسبة للـ s-bin هاد خاص بالـ root أو بالـ system فأنا ما بتحكم بهاد المسار أما برامجي اللي أنا بنزلها فهي ممكن أني لقيها إما بالـ bin أو بالـ user bin هاد واحد من التشابهات التشابه الثاني اللي هو الـ libraries أو المكتبات اللي البرامج بتحتاجها لحتى تشتغل بطريقة صحة بالنسبة لحالة ويندوز فأنا بلاقي كل الـ libraries أو ملفات الـ DLL اللي هي عبارة عن links لمكتبة بيتطلبها النظام لحتى يشتغل فهي بتكون موجودة ضمن الـ Windows والـ System 32 فهون بلاقي كل الـ libraries اللي برامجي بتحتاجها لحتى تشتغل في حالة لينوكس فأنا في عندي في عندي ثلاث أماكن أنا بنظامي هون طالعين بس 2 directories بس هو في عندي مسار ثالث اللي هي الليب في عندي ليب اللي هي بتشمل الـ 32 و الـ 64 بيت في عندي اللايب 64 ومتل ما حكيت بأنظمة تانية رح نلاقي اللايب 32 لأنا هون ليش ما طالع عندي اللايب 32 لأنه بالأساس أنا مالي مفعل الملتي ليب أو مالي مفعل برامج الـ 32 بيت بنظامي بس كمان ضمن هاي المسارات رح لقي كل اللايب راريز اللي برامجي اللي أنا بنزلها بتطلبها لحتى تشتغل بشكل صح بنجي للتشابه الثالث والأخير بين النظامين اللي هو ملفات المستخدم هاي النقطة متشابهة متشابهة ومختلفة فأنا إذا جيت إذا رجعنا هلأ للـ Home Directory فأنا هون رح لقي كل المسارات أو الملفات الشخصية الخاصة فيه بما فيها ملفات الإعدادات اللي برامجي بتطلبها للتخصيص أو حتى يكون البرنامج أخذ أمر معين فكل هاي الأمور رح لقيها موجودة ضمن الـ Home Directory بحالة ويندوز فهون رح لقي إنه ملفاتي الشخصية اللي رح أوصلها عن طريق الثي بروح لـ الـ User الخاص فيني فأول شي بلاقي اللي هو ملفاتي طيب وين ملقي هاي الملفات الشخصية اللي ما لها علاقة بالبرامج طيب وين ملفات البرامج ملفات إعداد البرامج هاي بالعادة بويندوز بتكون مخفية فإذا جينا وأظهرنا الملفات المخفية فأنا رح شوف أنه في عندي مجلد بويندوز اسمه مجلد لا يستخدم مصطلح مسار فرح شوف أنه في عندي مجلد مخفية اللي هو الـ App Data ضمن الـ App Data رح لقي كل ملفات الإعدادات للبرامج اللي نازل على جهازي طبعا هاي الماكينة باعتبارها افتراضية باعتبارها يعني بس فيرشوال ماشين فما في عندي أي برامج نازل عليها بس أي برنامج بنزله وبيطلب مني إعدادات لنقول مثلا نزلت الفايرفوكس فالفايرفوكس فيه إلى ملفات إعدادات رح تنزل ضمن هاي المسار خلينا نحكي عن واحد من أكبر الاختلافات بين النظامين ألا وهو موضوع أنه وقت اللي أنا بدي يروح لمسار أو لمجلد كيف بوصله؟ الويندوز بيستخدم ما يسمى الـ Backslash في حين اللي هي الـ Slash اللي بتروح بجهة اليسار في حين أنه لينوكس وكل أنظمة يونيكس بتستخدم الـ Forward Slash اللي هي عبارة عن أنه الـ Slash بتروح بجهة اليمين في مرة قررتها أو في واحد من الناس قال أنه كل الناس أو كل الشركات بتمشي لقدام فمشان هيك بيستخدموا الـ Forward Slash فخلينا هاي واحدة من التشابهات بين النظامين مع أنه نوعا ما مختلفين فأنا بالنسبة لنظام لينوكس وين ملفات إعدادات البرامج الخاصة فيه؟ كمان هي عبارة عن ملفات مخفية مثل ما حكينا فالملفات والمسارات المخفية بنظام لينوكس دائما بيكون في قبلها نقطة اللي هي . وبعدين الاسم وبالنسبة للـ File Manager اللي أنا عمالي استخدمه ملاحظين أنه المسارات المخفية طالعة بلون مختلف المهم فأنا لحتى أوصل لملفات الإعدادات فغالبا بتكون ضمن .config فهون بلاقي كل البرامج اللي أنا منزلها وكل الإعدادات الخاصة فيه فأنا إذا بدي أني فرمت الجهاز وما بدي أني أرجع وضيع وقت لحتى أني أرجع وأعمل إعداد وأعمل الثيم وأضبط البرامج بالشكل اللي أنا متعود عليه فكل ما علي فعله أني أعمل Backup للـ .config برجع بعد ما نزق فرمت الجهاز بنسخ .config من المكان اللي حطيته فيه سواء كان على على قرص خارجي أو عن الناس أو بالكلاود بنسخه بحطه بالـ Home Directory وبنزل البرامج ورح ترجع عندي بالشكل الأديم قبل ما فرمت دعنا نكمل بنظام لينوكس ونرى كل واحد من هالمسارات اللي موجودة عندي شو شغلته حكينا بالبداية على البن، حكينا على البن، حكينا على البن وعال اسبن، حكينا على الليب، على الليبراريز هلأ في عندي نوعات تانية أنا على الأغلب أني ما أذكر كل واحد من هدول باعتبار أنه ما بدي خلي الفيديو يكون طويل فاللي بيهمني من هاي الأمور اللي هو مثلا أول مسار اللي هو البوت هذا لا تلعب فيه أبدا لأنه إذا حذبت يا واحد من البراء من الملفات أو المسارات الموجودة ضمن البوت فالنظام ما رح يقلع أبدا منيجي للمسار اللي بعده اللي هو الديف هاد اللي حكيت بداية الفيديو أنه لينوكس بيعامل كافة الأجهزة الخارجية على إنها ملفات أو فايلات فأنا إذا أجينا مثلا إذا أجي دورت على ال NVMe إذا أجينا لل NVMe رح شوف أنه اللي هو ال SSD اللي أنا بنزل عليه النظام رح شوف أنه في عندي في عندي NVMe 0 N1 اللي هو ال SSD نفسه بس مع هاد ال SSD أو الفايل رح شوف أنه في عندي N1 P1 رح شوف عندي P2 و P3 اللي هدول عبارة عن Partitions فسواء كان القرص أو Partitions اللي موجودة على النظام أو على القرص فكلهما بيتعاملوا على إنهم فايلات إذا كان في عندك كاميرا أنت واصلها فرح تلاقيها هون كارت الشاشة رح تلاقيه هون فمسلا إذا جيت لمثار LDRi فأنا رح شوف أنه في عندي الكارت زيرو والرندر دي مئة وثمانة وعشرين هدول اتنين هنن كارت الشاشة اللي موجود عندي هاد الكلام بينطبق على الويب كام بينطبق على أي شي تاني على أي جهاز موصول متصل بالجهاز فخلينا هلأ نرجع مرة تانية نكمل مع الأي تي سي اللي هو كان في جدل كبير حول شو معنى أو لشو بترمس الأي تي سي بس بالأخير تم التأكيد أنه الأي تي سي هي من أتسترا فضمن الأي تي سي أنا رح لقي في عندي كمان متل ما شفنا بالهوم ديركتوري أنه في عندي ال .config اللي فيها كل ملفات إعدادات البرامج ضمن الـ .etc كمان في عندي إعدادات البرامج بس هاي هون بتكون على مستوى النظام مو مثل ال .config اللي هي على مستوى المستخدم فهون أنا إذا في عندي مثلا إذا جينا للسيستم دي اللي هو ال-init system أو هو أكتر من ال-init system بس خلينا نقول إنه هو ال-init system فهي الإعدادات تشمل النظام بالكامل فما رح لقيها ضمن .config وضمن .config أنا فيني حط إعدادات system دي خاصة فيي بس هاي بتنطبع على المستخدم اللي حددها وليس كامل النظام مثلا إذا جينا لل-X11 اللي هو السيرفر اللي بيشغل لي الرسوميات فكمان هاي خاصة بكامل النظام لكل الأشخاص نجي نفس الوضع لل-Wire Plumper اللي هو محرك الصوت الساوند سيرفر فكمان هاي إعدادات خاصة على مستوى النظام فهي مشابهة لل.config ولكنها بتنطبع للنظام بشكل كامل منيجي لمسار الهم هاد المسار انا ممكن اني اعملو يكون Partition منفصل عن ال Partition اللي موجود عليه النظام إذا رجعنا مرة تانية لل-Dev واجينا لل-nvme متل ما حكيتنا شوي انه انا في عندي ثلاثة Partitions انا اللي رح قول انه ال-P1 اللي انا حاطت عليه البوت ال-P2 اللي نازل عليه النظام وال-P3 اللي هو ال-Home Partition اللي هو ال-Home Directory فانا في حال جيت بدي فرمت الجهاز فانا ال-Home ما رح المسه برجع بس بفرمت ال-nvme P2 وبعدين بدعمل عملية Mount لل-P3 بحطها بال-Home وبهي الطريقة ما في داعي اني ارجع و اعمل كل الخطوات اللي بدي اعملها كأني بادي من جديد فكمان هلا اذا اجينا لل-Home هون رح نشوف انه بيطلع عندك كل المستخدمين اللي بيستخدموا الجهاز فكل ما تعمل مستخدم جديد رح يتم انشاء مسار جديد باسمه وهو هاد مسار ال-Home اللي بنوصله منهم اذا اجيت لل-Home اسم المستخدم او اذا اجيت اول ما تفتح ال-File Manager فانت غالبا بتكون بال-Home Directory في حالة مثار الميديا انا وقت اللي بوصل اي جهاز خارجي سواء كان هارد او فلاشي او CD فلازم انه يعمل له عملية Mount او انه يتعرف عليه الجهاز فهي الملفات او الاجهزة المؤقتة اللي انا بعد فترة بشيلها فهي عادة الماونت تبعها او عملية ربطها على الجهاز بتم ضمن مثار الميديا اذا انا في عندي اشياء بدي خليها اذا في عندي هاردات لنقول بدي خليها متصلة بشكل دائم فانا هاي بعملها عملية Mount بعملها بشكل مانول بشكل يدوي فانا بحطها ضمن ال-MNT بحالتي انا انا مالي ماشي مع هاي الطريقة اللي كل انظمة ويندوز لينوكس بتستخدمها انا ماشي عاكس الناس كلها فانا ال-MNT شخصيا ما باستخدمه ابدا في حين انه كافة مسارات كافة الهاردات اللي عندي انا كلها حاطتها ضمن الميديا يعني انا ماشي عاكس الناس كلها يعني رح يطول حتى يفتح لانه كلها فمتل ما اللي شايف انا هون حاطت كل المسارات او الهاردات اللي عندي ووقت انا بحط فلاشي او هارد خارجي فهي الامور بتم عملية الماوند ضمن مسار الرن بحالتي انا هاد الشي بيصير ضمن الرن هون في عندي ميديا وموند بيجي للميديا وبيحطها ضمن المستخدم الخاص فيه وبيجي بتلاقي وبتلاقي الفلاشي موجودة ضمن هاد المساري هاد الكلام بحالتي انا مختلف عن باقي الناس هلا منيجي لا واحد من اهم 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 المسارات اللي موجودة ضمن الفايل سيستيم باللينوكس اللي هو البروك اللي بيرمز للبروكس فانا كل ما يكون في عندي بروسس معينة شغالة فهي البروكس رح يكون في الها اي دي خاص بها البي ا اي دي فانا وين بلاقي ال اي دي الخاص ضمن هاي البروكس كل البروكس رح للاقيها ضمن السلاش بروكس فهون وكمان يعني غير انو لاقي البروكس اللي بديها اذا بدي اخد انفورميشن او معلومات عن مكونات الشهاز مثلا اذا بدي اعرف شو السي بيو اللي انا عمالي استخدمه اذا كنت ما بعرف طبعا فهون رح لاقي في عندي مسار اللي هو في عندي فايل اللي هو السي بيو انفو لنشوف وين السي بيو انفو فهذا اذا فتحته هو عبارة عن ملف نصي اذا فتحته باستخدام اي برنامج نصي رح شوف انو رح يعطيني كافة علومات السي بيو اللي عندي بنرجع كمان اذا مثلا اذا بدي اعرف الابتايم قديش الجهاز صر له شغال فانا هون في عندي ملف الابتايم كمان اذا فتحته رح شوف انو رح يعطيني الابتايم بنجي للروت المسار اللي بعده هو مشابه للهم ولكنه خاص بالروت يوزر فانا اذا كنت بدي حط config files للروت يوزر فانا رح حطها ضمن مسار الروت ومتل ما شايف انو وقت اجيت لا افتحه ما سمح لي ليش لانو هاد لازم يكون في عندي صلاحيات روت لحتى اني اوصل له فهو مشابه للهم وانما للروت يوزر بنجي لاخر نصائر ملفين او اخر مسارين رح نحكي عليهم او اخر ثلاثة خلينا بالاحرى رح نتجاوز srv والsys خلينا ننجي لاخر ثلاثة تم اللي هو مسار للملفات المؤقتة انا اذا كنت عمالي اشتغل على word document ومفاعل عملية انه يعمل حفظ تلقائي فكل فترة رح يعمل لي ملف تلقائه بملف مؤقت لحتى اذا صار نظام برنامج الافيس ما عاد اشتغل وبدو يسترجع الملف فرح يكون موجود ضمن TMP هذا المسار بالعادة بيتم تفريح محتوياته عند عملية اعادة التشغيل او عند الاقلاع فبتنمحي كل المحتويات في حالة lusr هاد مثل ما حكينا من شوي انه حكينا عن البين اللي هو ملفات الباينيري او البرامج الخاصة بالمستخدم خلينا الانكلود هاد موضوع خاص بحاله بس هون كمان رح لاقي انه في عندي مثلا ملفات تعريف اللغات في عندي اكتير من الامور المعقدة اللي بتوقع اليوم ما في دعي انه انخوض فيها بس كمان في عندي مثلا اهم شي بهم ما بتعرفو انه ضمن الانكلود رح تلاقي كل تعريفات اللينوكس كل اعدادات اللغات المنطقة الزمنية ومن هالقصص رح تلاقيها ضمن الانكلود مثلا حكينا باحد الفيديوهات عن تعليمة مان اللي هي المانول اللي بتعطيني الشرح للبرنامج او اليوتيلتي او الكومنت اللي انا بديها فهي المان تعليمة مان في الها داتابيس خاصة فيها هاي الداتابيس رح تكون موجودة ضمن مسار المان بالنسبة للشير فهون كمان رح تلاقي انه في عندي المزيد والمزيد من الاعدادات انا اذا بدي غير الخطوط بدي غير الثيمات بدي غير الايقونات ومن هالقصص بدي غير الباكجراوند في وقت اللي بنزل البرنامج او الباكجراوند انا عم نزلها عن طريق الباكج مانجر فهو رح يحطها ضمن اليو اس ار شير وليس انه رح يحطي اياها بالهوم ديريكتوري فكمان هون رح لقي كتير من ملفات الاعدادات الخاصة بالبرامج والمستخدمين الى اذا اجينا لاخر مسار اللي هو فار اللي هو مسار خال اللي هو فاريبل فانا ضمن هذا المسار مثلا اللي ليش هو فاريبل لانه هاد بكون للملفات اللي احجامها بتتغير مع مرور الزمن بمعنى ابسط مثال للفار انا اذا كان في عندي فهي الفيرتوال ماشين حجمها ما رح يكون ثابت فانا كل ما نزلت برامج جديدة رح يكبر حجم الفيرتوال ماشين فملفات الماكينات الافتراضية دائما بتم حفظها ضمن مسار الفار واحد ثاني من الاستخدامات لمثار الفار اللي هو الكاش فايل فمثل ما حكيت انه انا عندي كتير برامج بتعمل كاش لحتى في حال مثلا اهم اكبر مثالي اللي هو اللوغ خلينا نحكي عن اللوغ وليس الكاش الكاش رح نشوفه بس اللوغ مثلا فانا اذا بدي اعمل عملية دي باكينج للنظام لازم يكون في عندي طريقة لملفات عمالها تسجل كل خطوة النظام بساويها فهي الملفات كمان مع الاستخدام المستمر للنظام رح يكبر حجمها فكما بالنسبة لملفات اللوغ بلاقيها ضمن ديركتوري الفار وهيك منكم وصلنا لنهاية فيديو اليوم اذا عجبكم الفيديو مثل عادة لا تنسوا ضغط زر الاعجاب لا تنسوا مشاركة المحتوى مع اصدقائكم واصحابكم بالنسبة لغير المشتركين لا تنسوا الاشتراك بالقناة اشتراككم ودعمكم اكيد هو اللي رح يساعدني لاني استمر بالقناة وقدم لكم المحتوى المفيد بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله